افتتح معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عمال الاجتماع الرابع للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي حرص على طرح العديد من الموضوعات الهامة كموجهة التطرف وسبل الحفاظ على الشباب من أثاره المدمرة وغيرها من القضايا الهم جدول أعمال جاء زاخرا بعديد القضايا التي دعت أهميتها والحاجة الماسة لمعالجتها إلى ضرورة تنظيم مثل هذا الاجتماع للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسخته الرابعة مهمتنا هو أن نضع الأفكار المتعلقة بالتسامح وقبول الآخر والتعايش أفكار التي تحبر حقيقة على عالمية الدين الإسلامي موضع التطبيق ومحاربة التطرف والانغلاق والغلو والإنكار الآخر والكراهية وأعتقد أن الكل مستشعر هذا الخطر ويستشعر أيضا ذلك الواجب في مكافحة مثل هذا النوع النقطة الثانية مطلقة في الاجتماع وهي مسألة تنمية الوقف وكذلك إيجاد قنوات جديدة للتعامل الوقفي كيف نحن الحمد لله من عدة أمور يعني حتى مثلا أوجه الوقف نفسها هناك أوجه حديثة وجديدة وتستطيع أن تجعلها مور ساستينبل أو أكثر استدامة بالنسبة للوقف وأكثر فعالية وضخف الاقتصاد مقترحات بوزن المواضيع المطروحة اشتهد رؤساء الوفود على الإتيان بها ومناقشتها بين بعضهم البعض ليتم الإجماع عليها وليسهل استنباط الحلول الموائمة لتلك الموضوعات التي عونيت بمواجهة الإرهاب وسبل الحفاظ على الشباب من تبعات أفكاره المدمرة وغيرها من الأوراق التي فرضت نفسها على طاولة الاجتماع النقاشية الآلية الموحدة لمواجهة التطرف وتم تداولها ونقاشها من خلال اللجان المنبثقة وتم رفع توصية لأصحاب المعالي والسعادة باعتماد هذه الآلية المقترحة لمواجهة التطرف والعنف بصفة استرشادية من خلال مجموعة من المبادرات المقترحة في مجالي التوجيه وفي مجال الإعلام منها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والغلو وترسيخ الوسطية ومنها ما يتعلق بشؤون الأوقاف والأعمال التطوعية اجتماع لم يغفل عن معاينة تلك الظواهر الخطيرة التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية الجامعة إضافة إلى التأكيد على أهمية الاستعانة بفكر حضاري وسطي يحاصر التطرف والغلوة الذي أضحى عبءا ثقيلا على الأمة وخطرا يستنزف رصيدها الحضاري ذكر واستعراض وتحليل مستفيد لملامح تلك المتغيرات السلبية المفاجئة التي بانت بأسمائها المستعارة لتسيدها وتميد باسم الإسلام الذي هو بالأصل دين الوسطية والتسامح والاعتدال لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر